بنقول دايماً للرجالة اللي هي بتدخل دخلة اللي هو ايه ترفع سقف طموحات الست عاطفياً باهتمام زيادة وكلام رومانسي قوي قوي ويزبق أحلامها والحاجات اللي هي الأوفر قوي دي وكمان يرفع سقف طموحاتها مادياً يفهمها ان هو يعني قاعد على سروة وان هو هيعمل لها ويجيب لك نجمة من السماء ويجيب لك ياخت فضي ويجيب لك ويتكتشف الاخ ان هو موظف لا يملك غير مورد طيب ومش عيب بس خليه واضح فالغلطة هنا اعتقد بتبقى من الرجل قبل الجواز هقولك رأي بصراحة النقطة دي يعني شرحتها كتير ويمكن أغلب السيدات برضو ما بتفهمهاش كويس جدا نقطة السبب السبب في شرحك غلط ولا هما مبيفهموش لا النقطة دي اننا مش فهمين هوية الرجل شوية هما مختلفين عن بعض ساختري التفكير الرجل طلباته اوضح والله وابسط بكتير يعني طلباتنا بتبقى واضحة موضوع الصداقة ان الصداقة دي بتبقى موجودة قبل الجواز موجودة وقت التعارف موجودة وقت الخطوبة فرحة البدايات الصداقة بتبقى موجودة رجل ببعايز زي وزيرة ليه او مستشارة ليه بتبقى معاه في كل حاجة ببيحكي لها كل حاجة وفعلا يعني بالست ساعتها بتبقى مش بتحكم على الصفات اللي بيعملها او الحاجات اللي بيتحط فيها وموقف بتحط فيها بعد الجواز الصداقة دي بتروح بتتبخر عشان هي بدأت تحكم يعني الراجل طول ما هو هويته انه هو راجل هيبقى بيشتغل طول ما هو بيشتغل هيتعامل مع ناس يمكن مش حابة يتعامل معها او هي مش حابة يتعامل معها لكن هيتعامل معهم عشان ده شغل وشغل ما يبشيش غير بكده فان انت تبقى بتحكمي على النقطة دي بالتحديد ان كل ما يحكي حاجة كل ما يقول حاجة تبقى بخناقة تبقى مشاكل يعني بقيت قعدانه على السقطة واللقطة زي ما بيقولوا طب شمعنا كانت بتفوت قبل الجواز هو ده السؤال بقى نسألهم لا كمين ده ولا يجل هو اللي ما كانش بيحكي على الجواز بعد الجواز كمان بتبقى الست عايزة تسيطر على حياته اكتر دي حقيقة او عايزة تبقى ليها رؤية انت معنا هنا الحاجة زي دي دي حقيقية ان هي بتبقى عايزة هي مسيطرة على الحياة وتقول له اعمل كذا وكذا وما تعرفش ده وما تعملش زي لا تتكلم عن الاسبوع لينا جدا احنا ستة ترقى مشغولة بعيالها مش هتخرجي ومش هتلبتي وقطعي دي وعملي دي بعد الجواز هي بتبقى وهو من حقه ان هو يقول لها مش قطعي دي وما تكلمش دي وروحي وتعالي لا طبعا في مساحة شخصية دي لا بالزبط طبعا احنا اصل الجيل اللي احنا فيه احنا ومنتكلمش عن الجيل بتاعنا جيل ولادنا انا يعني لو بنتي اتخطبت لو واحد قال لها بس لو ليك وبعت معي ما فيش انت زي زيك انا بشتغل وانت بتشتغل الجيل دا احنا جيل دا باب استفادة